مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا ضمن احدث الاخبار لنهار اليوم الرئيس بون يعلق على شعار مدنية مشي عسكرية ومن يتعمد طورة الجيش والشرطة والتركيز عليهم في هذا التوقيس والاسباب الخفية لمحاولة اشعار الجزائر وكيف ردت بون ايضا على ملك المغرب محمد الثالث في الميدان بعد خرجاته لمستفزة مؤخرا البداية اولا مع الشعار التخوينية ضد الجيش والشرطة التي تغزو الحرك وتتعمد بعض الاطراف التركيز عليها من اجل اهداف خفية ولدفع البلاد نحو المجهول وقبل الحديث عن الشعارات الجديدة التي اثرت الجدل الكبير قال رئيس الجمهورية عبد المجيد سبون في اول تعليق له على شعار مدنية مشي عسكرية بالقول ان شعار مدنية مشي عسكرية يستهدف الجيش منذ مدة طويلة واكد ان الجيش الجزائري بعد عن السياسة تماما يطبق اوامر رئيسه بحدفيرها كما يفعل الجيش الشعب الوطني الجزائري وبخصوص الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية قال اعد واكرر ان شعار استهدف الجيش عمرها 15 سنة ونحن على ديرية من بمراويج الاشاعة واغلبيتهم الساحقة من الخارج هدفهم الاسم هو نشر الفوضى وهذا استيقى في نفوس المواطنين وادفت بون بالقول ان 98 من المواقع هي لدول جارة عمدت للترويج لكذبات واشاعة جد خطيرة هذا وعد الرئيس بون ايضا للاشاعة الكثيرة التي كانت اطلقت عند مرضه بالقول يدعون الدين والاخلاق ولكن لملت لهم تارة يقولون انه ليس مريضا وتارة اخفوه وتارة اخرى تعرض لمحاولة تغسيال هذا وما زال الانقيسا في الحراك وحتى تنفر فئة كبيرة من المعارضين للنظام وغير رادين عن اداء الحكومة والوضع العام قاطعوا الحراك لعدة اسباب ابرزها لان الحراك بتا يستغل من جهات مغردة هدفها فقط تحرد على الجيش والشرطة ودفع البلاد نحو المجهول خاصة ضد الجيش الشعب الوطني بشعارة تدعو حتى لاقتحام تكانس العسكرية والقول ان الشرطة والجيش وراء مؤامرات خطيرة وجب التصدي لهم والهجوم عليهم لتتجاوز تلك الشعارة كل خطوط الحمراء ويتأكد ان تلك الجهات تريد الفوضى لا غير والتشويش على المطالب السامية للحراك التي كان خرج الشعب في 22 فبري 2019 من اجلها وهذه المحاولة ازدنئة حاليا تم اللجوء اليها من الاطراف المشبوهة بعد فشل كل خططها في زعزعات الاستقرار كما انها اصلا تشويش على المطالب المشروع للشعب التي كان من المفترض رفعها في الحراك بدل سياسة تخوين وتحرد المواطنين الغريب في الامر ان بعض الاطراف في الحراك نفرس العديد من المواطنين من المشاركة فيه بمنعها للعديد من الشعارات ابرزها منع افضل وابرى الشعار كانت انطلقت به مسير الثاني والعشرون في فبري وهو الشعار جيش شعب خاو خاو الشعار الذي كان يدوي كل مسيرات اندك لكنه الان اصبح محضورا في المسيرات حيث اضحى بعض المندسون في الحراك يهاجمون ويخونون ويطردون كل من يستعمل هذا الشعار في الحراك ليتصدح ان هدف تلك الفئة هي تشويه الجيش وتحرد شعب الجزائري عليه فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل اتهم الدخول من جديد احتجاجا على الملك البداية اولا مع اللقاء الذي جمع الرئيس بون ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي بمقر رئيس الجمهورية وقال الرئيس الصحراوي انه تنقش مع الرئيس بون الاوضاع الجهوية والافريقية والدولية خصوصا بعد الاعتداء المغربي الاخير وانتهاكه لوقف النار وهذا اللقاء ترسخت اعلام نظام المخزن الذي نهجم الرئيس بون في حين يتزامن هذا اللقاء مع اعلان مسؤول في ادارة بايدن انهم سيلغون صفقة ترامب مع محمد سالس وادارة بايدن رسميا مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق موقف الامم المتحدة وشرعية دولية ما صدم الملك المغربي محمد سالس ووضعه في موقف لا يحسد عليه للتاريخ ادبت مؤكدا الان الآن الغاء الاعتراف الامريكي الذي منحه ايه سرامب سابقا هذا ومن جهة اخرى تصير عشرات العائلة المغربية القاتنة عبر الحدود مع الجزائر محاولة دخول اراضي الجزائرية وطلب اللجوء السياسي بعد رفض السلطة المغربية الاستجابة لمطالبهم المشروع وعدم توفير لهم ضروريات الحياة الكريمة حيث يرفض ندم المخزن تلبية طلباتهم لهذا يحاول انقتحام الحدود الجزائرية في اكتر من مناسبة مطلبهم الان بات موجها لسلطة الجزائرية فحسب ما كشفت جريدة الخبر فانهم يطالبون من السلطة الجزائرية سمح لهم مساعدتهم في دخول الجزائر ومن تمام منحهم اللجوء السياسي والجنسي الجزائرية هذا وقام الجيش المغربي بمنعهم من دخول الجزائر مجددا تماما كما حدث في محاولتهم السابقة مع العلم ان هذه العائلة تأزمت وضعيتها بشكل كبير كما ذكرنا سابقا على اتر تشديد الرقب على الحدود وهم الذين كانت تدخلهم سلع الجزائرية باسعار زاهدة جدا خاصة التي تدخل عبر التهريب فما رأيكم في محاولتهم مجددا دخول الارض الجزائرية وطلب اللجوء السياسي للعيش بالجزائر هذا وفي خبار منفصل اخبار اليوم العنوين صفقة الملك محمد سادس تصل الى نهايتها ما جعله يبدأ في تسلم وتحذر لقبول الغابة للقرار وماذا كشفت صحيفتهم مجددا والرئيس بون يحرج الملك المغربي محمد سادس وجون جنونه بسبب ظهوره الاخير البداية اولا مع اعترف صحفة المغربية وصحفة الكيان ان بايدن سيلغي قرار ترامب والصفقة التي جمعتهم حيث خدعوا للامر الواقع بل اكثر من ذلك هو اعترفهم بان بايدن سيصبح داعما للصحراء الغربية ويدغط على المغرب الى درجة توقع دفاعه عن الصحراء الغربية الى غاية استقلالها حيث كشفت صحيفة هاريس تابعة للكيان تطرق الباحث المغربي علي العلاوي الى تحذير بايدن لالغاء قرار ترامب وسحب الاعترف الامريكي بخصوص يادس المغرب على الصحراء الغربية مع الاشارة الى ان الرئيس الامريكي جو بايدن قادر على تحدى الريباط والمساعدة في تحرير الصحراء الغربية واكد الباحث العلاوي انه في اطلال البحث عن حل وسط لقضية الصحراء الغربية ستعيد ادارة بايدن احياء خطة بيكر الهدف الى تنظيم السفساء في الصحراء الغربية والمعروفة بخطة السلام لتقرر مسير شعب الصحراء الغربية التي قدمها لمجلس الامن الدولي عام 2003 موضفا ان هذه الادارة ولكي تفية بوعدها بالتمسك بالقيم الديمقراطية عليها ان تعلن بحزم ان الحل ديمقراطي في الصحراء الغربية ليس ضروريا فحسب بل حتميا ويجب ان يحدث ذلك قريبا قبل تفاقم الوضع وهذا ما يجعل الملك المغربي يعيش اصعب ايامه وفي موقف محرج للتاريخ بعد تحديه لكل العرب والمسلم بالهرولة للتطبيع وخسر كل دول جوار من اجل نيل اعترف امريكا بسيادته على الصحراء وفي الاخير يلغى القرار بهذا الشكل ويتضح انه وقع دحية في فخ نصبه له ترامب كما اشار الباحث في مقاله المنشور في الصحيفة الى عدم تمتع الدول التي طالبت بصحراء الغربية والمتمثلة في كل من المغرب وموريتانيا سابقا باي حقوق سيادية على اراضيها من الناحية القانونية وفق حكم محكمة العدل الدولية وتأتي جملة تقارير الاعلامية التي تحمل توجه ادارة بايدن نحو مراجعة اعترف ترامب بسيادة المغربية على الصحراء الغربية غدا تتواعد وزير دفاع الامريكي لويس اوستن بالنظر عن قر في مسألة الصحراء الغربية في رده على رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الامريكي السيناتور جيمس انهوف الذي ارد معرفة رأيه بخصوصا دمستفتاء تقارير المصير في الصحراء الغربية ومؤكدا ان هذا الملف سيكون من بين المسألة سينظر فيها وسبق ان طلب 27 عدوان في مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن بالتراجع عن اعلان ترامب واعتبر اعداء الكونغرس الامريكي ان القرار المفاجئ لترامب قصر النظر ويقود عقودا من السياسة الامريكية مما تسبب في السيئة اعداد كبير من الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر فما رأيكم في ذلك هذا وفي خبر منفصل تبقى ان طلب 27 عدوان في مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن بالتراجع عن اعلان ترامب ترجمة نانسي قنقر